أهلا بكم دلوقتي سنبدأ مع بعض أول حاجة نتكلم فيها في محاضراتنا عن مانجينج سترس و بينج حابي أول حاجة أحب أسألها لك هي أخر مرة ابتسمت النهاردة أم؟ سؤال أعتقد ليس سهل للأسف ننسى الابتسم فأول حاجة نعملها و مع بعض نبتسم ابتسم هتحس بإحساس أحسن هتحس براحة هتحس بأن أنت أسعى طيب ابتسمت؟ تعال نفتكر بها الأوقات المزاعدة ما الذي يجعلك أو كيف تحس عندما يكون هناك سترس عندما تتعرض للضغوط عندما تتعرض للضغوط والضغوط التي كنا قلنا من قليل هي جزء من حياتنا اليومية عندما تتعرض للضغوط هتحس بإيه؟ يا طرى مثلا تحس أنت الآن بتحس أنت الدنيا كلها تتكربس فوق دماغك وكل حاجة خربانة وكل حاجة مشغلة كويس وفي مشاكل كتيرة مستنيها وقاعد بتفكر في أحاجات ممكن تحصل ومشاكل ممكن تعدي فيها بس كلها حاجات محصلتش يا طرى لما بتبقى تحت ضغوط يبقى سهل أن انت تغضب وتتصرف بشكل مش مناسب وتفقد أعصابك يا طرى لما بتبقى تحت الضغوط بتحس بكآبة تحس أنت مش عايز تعمل حاجة تحس أنت مش عايز تقعد محد مش عايز تعمل حاجة مش قادر تعمل حاجة دي كلها ممكن تكون أعراض عندك بتظهر أو بتحس بيها بسبب أن انت عندك ضغوط في حياتك مين ما عندهوش ضغوط؟ أنا عندي وانت عندك وكل حاجة جنبك عنده وآخر واحد شفته النهاردة عنده كلنا عندنا ضغوط طيب لما تزيد علينا يا طرى جسمنا بيتصرف ازاي نخنا بيتصرف ازاي فيه أعراض تانية ممكن نبص عليها أول حاجة أنك دايما عندك إحساس بالتعب مش قادر تعمل حاجة مش قادر تعمل حاجة مش قادر تعمل حاجة مكانك ولا بتحس ان انت مش عارف تنعمل تخش في السرير دماغة تغط تلف تفكر في مليون حاجة مش قادر تسترخي وتخرج من الموت بتاع التعب وتدخل في النوم ولا عندك مشاكل في معدتك عندك قولون العصبي عندك عصر هض تحس بمغص من غير لازمة او من غير سبب بأعراض ممكن الصداع الصداع كثير بيبقى واحد من أعراض الإجهاد واحد من أعراض الضغوط التي نتعرض لها يطرق تحس بصداع؟ يطرق حالتك الجثمانية تعبانة من غير سوى واضح بيجي لك مشاكل صحية كثير من غير سبب واضح طبعا مشاكل صحية مش بيقول كلها لها علاقة بالضغوط لكن كثير قوي في حياتنا لما بنتعرض لضغوط جسمنا بيستجيب للكلام ده عن طريق الناو ان احنا نعيه ونرقض ده بيحصل لك؟ يا طارق تيجي تركز في شغلك تيجي تركز في حاجة بتدرسها حاجة عايز تتعلمها حاجة عايز تعملها بس محتاج انك تحط فيها مخك شوية مش قادر كل ده اعراض واحد من الاعراض المشهورة جدا للضغوط اللي بنعيش فيها ومن المشاكل اللي بقابلها في حياتنا انك متعرفش تركز طيب عايز تاخد قرار في حاجة ومش عارف في حاجة اسمها decision paralysis كلنا سعب نعدي بيها لما بيتبقى عندك ضغوط لما تبقى عليك اجهادات كتيرة تيجي تاخد قرار بحاجة مش عارفة يا ترى في تغير في رغبتك في الاكل زادت قوي او قلت قوي في الحالتين في حاجة غلق يا ترى ما بقتش صابر على حاجة اللي انت عاوزة عاوزة دلوقتي مش قادر تستنى مش قادر تصبر على ان الحاجة تجيلك كمان شوية تطلق الأسنسير تلاقيه في الدور الخامس قل لي انا هطلع على جدي اصرح يا ترى بتهمل في شكلك بتهمل في هندامك بتهمل في نظافتك الشخصية عندك ميل مش عايز سخص السيناك بالليل لا يا عم انا اخش نامه خلاص بقى لاش وجع دماء عندك حاجة من الحاجات دي لو عندك مفيش اي حاجة من الحاجات دي ظهرت كويس مع السلام ما تجيش تاني انت كده ما عندكش اعراض من اعراض الاجهاد ما عندكش اعراض ضغوط عالية الحمدلله يلا يا عم مش عايز اشوفك تاني اشوفك في القصوات تانية بك لكن لو معاك لو لسه عندك حاجة من دول لو بتشتكي من اجهادات مستمرة لو بتشتكي من مشاكل كتيرة مش عارف تتعامل معها ازاي يبقى سمايل سمايل اهم مصيحة عن صحة لك ولو مش هتكمل الكورس افتكر بس سمايل ولو هتكمل الكورس اهم حاجة تطلع بها من الكورس ده ان انت كل ما تقابل المشكلة سمايل الحقيقة سمايل دي مش مش كلام شعرات ولا هو الاغنية بتاع الزمان اللي كان يسوح في الراديو اضحك لا الحقيقة ده ان انت لو ابتسمت حتى لو من غير سبب احساسك النفسي بيتحسن حالتك النفسية بتتحسن تعاملك مع المشاكل اللي قدامك هيتحسن فلو هتاخد نصيحة واحدة بس من الكورس ده ابتسم لو عايز تسمى حاجة تاني نتقابل في الكورس في المحاضرة الجاية ان شاء الله